سلامت هاي كيفك سافا؟ جملة وحدة كافية انه تبرص كل عقد النقص بالدنة عند بعضنا نحن العرب معتقدين انه اذا حكينا لغات منصير مواطنين درجة اولى متناسين عن سابق جهل انه اللغة هوية والهوية انتماء والانتماء حضارة والحضارة اعتزاز بلغة فيها الضد يظهر حسنه الضده قاموس عربي كلمة حب وحدة فيه الى فوق العشرين مرادف ومعنى اعطوني لغة تانية بالعالم فيها هالغنى مع هيك بعضنا بيستحي يقول سلامات بيستبدلها ببوجرات وياريت بقولها صح اسمه اللغة الام واللي بيتخلى عن امه هو ولد عاق حكيني عربي حبني بالعربي ما تكون ابن عاق ومتل ما بيقول السيد مكاوي الارض بتتكلم عربي بتقول الله قولوا الله اسم مثير للفضول والجدل ليلة عبداللطيف بكل طلي عنده قصة ومع كل توقع في جدل لكن ورا كل هالقصص في قصة امرأة انوجعت عانت وتعبت خلونا نسمع ليلة عبداللطيف اهلا وسهلا فيك خليك مرتاحة سيدة الالهام او سيدة التوقعات تحبها هلأ الالهام خلينا ليه لانه هيدا دايما انا بقول انه هيدا هو شيء الهام ما فينا نتعلمه وما فينا ناخده من حدا هو الهام لا اكتر ولا اقل من وين من رب العالميين بيخلق معنا او من نميه كل انسان عنده الحاسة السادسة طبيعي فيه ناس اقوى من الناس فيه ناس اكتر حسب الشخص يعني فيه ناس يعني ما فيك انه تنمي ما هو بيجي هيك ما بنقدر من ربنا ابدا لانه انا وطفلي عمري 12-13 سنة يعني يمكن بهالعمر انه ما بعرف لا شيء توقعات ولا ترمبؤيت ولا شيء كيف عرفت حالك عندك حس سادسة زيادة او مختلفة عن غيرك كنت مع الماما بالبيت مع اخوتي مع جيران هيك يعني انه حس بشي يطلع انه بعد فترة انه مظبوط يقولولك انه ليلا كان معك حق لا ماما كانت تقول انه هيك ليلا طلع لابوه الله يرحمه بي شيخ ازهر نعم فكان يقوله انه انا طلع للبابا بابا كان عنده الالهام الاوي بس ما كان يقوله لا حدا يعني كان للبيت بس الوالد مصري الجنسية نعم وعندك جزور لبنانية مصرية سعودية سورية عامل جامعة العالم العربي عامل الوحدة الجامعة العربية العربية صحيح الاساس مصري الاساس البابا مصري نعم بس انا خلقت هون وربيت هون نعم يعني ما تعرفت على اهل البابا لانه بي توفى كان عمري سبع سنين فما تعرفت على اهل ابويه الى سنة 82 لما اتزوجت زوجة من الخليج نعم وهو اخذني على مصر سكننا شهر لاتعرف على اهل الوالد وكيف اخذ الجزء؟ وهو كان السبب بشو؟ انا اتعرفت على اهل الوالد وجنسيتك لبنانية اخذتها من زوجك الثاني صحيح؟ نعم لبناني ستك سورية صح من وين من سوريا؟ تاتا من بيت مخلوف من ارداحة بتحسى عندك جذور سورية؟ يعني عندك ارتباط ما مع سوريا؟ انا كتير بحب سوريا والدليل انه كنت دايما اطلع عند اهل ستة مع الماما نطلع النام فوق وبحن اكيد لسوريا وعندي ضعف للشعب السوري ليه؟ للرئيس السوري بالزيد انا قلت يمكن عندي ضعف على كم شخصية اصلا هذا محبة مني انا وضعف مني انا لالون مش لانه شي يعني كإنساني كإنساني يعني عندي ضعف على الرئيس مبارك نعم عندي ضعف على سيف الاسلام عندي ضعف على الرئيس الاسد والشعب السوري بالزيد طب ليه عندي ضعف تجاه الرئيس الاسد تحديدا؟ مبعرف ما تسأليني ليه؟ شو اللي بتشعري تجاهه؟ بشعر انه انه يمكن انا كرأي الشخصي انه فيه صر ظلم على الشعب السوري لانه انه الشعب السوري انه كنا كلهم عايشين واحد وكلهم ايد وحدة ويمكن لبنان وسوريا قلب واحد وروح وحدة كانوا فيه صلاح رحموا تاريخ وجوهرات انه اكتر شي انه شفت انه كل العالم منبرع بيجوا بحاربوا بيحاربوا بقلب سوريا يعني ناس اجانب منبرع عم تجي تحارب يعني لوين رايحة سوريا؟ وعم بياخدولهم اراضيون اللي هن الاجانب اللي بيجوا منبرع شي اجا من الشيشان وشي اجا من دري من وين الهامك بيقلك لوين رايحة سوريا؟ انا كنت من وقت اللي بلشت بسوريا وكنت اقول وعندي الارشيف يمكن نحط كزا مرة انه اقول انه الاسد باقي ولن يتنحى دايما هاي دي كنت تقوليها هالعبارة نعم وقالت انه بينتخبوه ببصمة الدم بدل الحبر وهذا اللي صار وقالت انه هو باقي مع انه غيري توقعوا وقالوا انه لأ انا كنت ضلني على اللي شايفته على الهامي على فكرة انا بالتوقعات ما بعطي عواطفي يعني اللي شايفته هو ضل وقالت انه فيه صلحة مع دول خليج وكانت اول شي الامارات بقلب سوريا والسفارات اللي اللي بدأت تفتح وهلأ بشوف عنده عندي كم توقع على سوريا فين بلش فيه معلي بدلوح على قصتك الشخصية بس بما انه فتحنا سيرة سوريا نعم يعني انا شايفي انه له معقد بقلب الجامعة العربية بيرجع وعنده زيارة للجزائر ولعد الدول تعود سوريا الى جامعة الدول العربية بمقعد وبقوة نعم صحيح زيارة لوين؟ الجزائر ليه؟ فيش شي بالجزائر رح يكون هلأ هو طولة حوار مفاوضة ما بعرف بس هذا اللي انا بشوفه بزيارة للجزائر بشوفه بزيارة لعد الدول وحتى بشوف رؤساء وسياسية كبار من خصوصا من الخليج عم بيزوروا سوريا وبيشتركوا يعني انا حتى عم بقولك حتى توقعاتي هلأ منقولون بديت بكل تواضع وسأقول وارأ ان سوريا بدأت تتعافى اليوم وبتسترجع امنة وسلامة ورجالة ومع حكم وكيدة الرئيس بشار الاسد العادل والحازم ارأ انه مهما تعرضت سوريا لخطات امنية او مؤامرات خارجية تبقى بضل كيدة الرئيس الاسد بعيدة عن الاختار التي تهدد امنها وسيادتها لذلك ارى الرئيس الاسد يتحضر ويستعد لانجاز مهمة وطنية كبيرة من منطلق الحفاظ على الامن والاستقرار ورفع مستوى الاقتصاد رغم كل الظروف والصعوبات نعم حتى هون بمناسبة طلالة شهر رمضان اللي جايي بشوف الرئيس السوري بشار الاسد بيقوم بمبادرة ايجابية وانسانية بازدار عفو عن بعض السجناء بالسجون السورية وخاصة من كبار السن او المرضى وايضا بطال العفو دفع من جيل الشباب لكي تكون لهم حياة وفرصة ثانية لتغيير سلوكهم وحياتهم نحو الافضل وخصوصا الشباب الذين لم يتورطوا في اعمال قتل وتخريب في سوريا وسيكون شعارهم معك يا سياد الرئيس لنبكى احرار وتبكى معك سوريا حرة هايدي شي فتا تغيير اذا يعني في المواقف عند بعض المعارضين صح والعام 2022 ربعا هو عام الكرارات المهمة بسوريا واول هذه الكرارات هو صدور كرار حكومي بزيادة دخل او رواتب العسكر والامن بسوريا بشكل خاص وقد يطال هذا الكرار لموظفين بالقطاع العام بسوريا وكما ارى خطاب ناري للرئيس الاسد وبيحمل اكتر من قرار ايجابي وسيادة وبيدعو الرئيس الاسد الاخوة النسحين السوريين انه يعودوا لسوريا اينما كانوا لكي يبدأوا مرحلة البناء والاعمار وسوريا بالـ 22 بتفاجئ الدول بالكرارات القادمة والتغيير والاصلحات ومحاربة الفساد ارى خلال مرحلة المقبلة وفود مشتركة بين المملكة العربية السعودية وسوريا وبين الامارات وسوريا وبين قطر والكويت ومن هنا ستكون البداية المهمة والرئيس الاسد سيكون حاضر في قلب هذا الحدث بيكون الرئيس الاسد حاضر بكمة عربية طارقة واراه في زيارة خاصة الى دولة عربية قد تكون الجزائر مثل ما حكينا بشوف رحيل غياب شخصية سورية سياسية عريقة خدمة سوريا زمنا طويلا ولها تاريخ سياسي مميز وكبير الأنظار والإعلام تتجه إلى الحدود التركية السورية بسبب حدث بارز كما أرى أن مشكلة النازحين بالمنطقة بيشوف الفرج قريب وخصوصا مع بداية موجة الحر أو الصيف للأسف الشديد كمان منشوف موجة من الحزن بتعمل أوصات الفنية خلال 2012 وين؟ بلبنان أو بسوريا؟ بسوريا عم نحكي عن سوريا تحتل سوريا على الصعيد الفني المرحلة القادمة بمشهد مميزا بسبب عمل درامي رائع يحقق نجاح غير مسبوك الجيش السوري بينتشر بالعاصم دمشق وحول المؤسسات والمباني الحكومية لسبب مهم بتمتلئ شوارع سوريا بالجماهير والحشود ومن جميع الفئات والأعمار تضامنا مع حدث إيجابي كبير للرئيس الأسد ومنرى تأييد جماهيريا لكل قرارات الأسد القادمة كلها توقعات تقريبا إيجابية هلأ الموت يعني الوحيدة ممكن تتوقع السلبة سوريا والجيش السوري بيستعيد كامل الأراضي السورية من إيد المسلحين خلال المرحلة المقبلة كما أرى هروب لبعض أفراد التنظيمات المتطرفة ومن داخل منطقة كبيرة ومشهورة السعودية والإمارات بشاركوا الرئيس الأسد خلال الفترة القادمة بعملية إعادة بناء مثل ما حكينا لسوريا السعودية والإمارات نعم حتى إذا بدك نشوف تقارب قطر سوري بالمراحل المقبلة صحيح بالـ 2022؟ مظبوط اقتصادي أو سياسي؟ 2022 أو 2023 نعم اقتصادي وسياسي نعم رئيس بشار الأسد بالفترة القادمة بيعمل حركة تغيير داخل المؤسسة العسكرية وتغيير بالحكومة السورية بيتولى الرئيس الأسد فتح ملفات الفساد وأراه يكون بملاحقة الفزين وكل من حاول استغلال الأزمة السورية لتحقيق مصالح أو أرباح شخصية ولن يكون هناك غطاء سياسي على أي متورط مهما كان أو في أي موقع كان هون نحن قلنا أنه الناس حين السوريين بشوفهم من كل الدول مش بس من تركيا بتنتهي تدريجياً وعلى مراحل وذلك من خلال اتفاق دول كبير على تأمين عودتهم بأمان وسلام خلال مرحلة القادمة ولسان حالهم يقول حنسمع على التلفزيونات الذل والإهانة على تراب الوطن أغلى علينا من كنوز العالم والرئيس الأسد يبارك هذه العوضة ويحميها نعم صوصاً من أوروبا نشهد وفد سوريا يجتمع مع وفد السعودي ووفود متبادلة ما بين السعودي وسوريا والإمارات وقطر والكويت حكينا عنها نهاية نهضة اقتصادية سوف تشهدها سوريا وتحمل معها كل الحلول المادية بما فيها زيادة الرواتب وخصوصاً لنا العسكر والشرطة منشوف فيه نهضة اقتصادية حتى فيه مساعدات عربية كل اللي عم بتوريا عم بشير لها وأمريكية وشركات بتفتح أبوابها للاستثمارات العربية أمريكية؟ نعم مع مساعدات إنسانية من أغلب الدول الفاعلة بتمثل كل الكتاعات السورية وبدون استثناء ولكل الشعب السوري منشوف كمان منشوف كتار ما بين لبنان وسوريا هادي منشوفها اي اي متا هادي بحياتنا ستليلة بالتاريخ اي 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 بحياتنا نعم حتى على الأردن للعراق حيكون فيه شركات ملا شركات أجانب أكيد بالتعامل مع الدول اللي عم بحكي عنها وحيكون فيه سكة الحديد وكتار إن شاء الله الله يسمع منك بدأ ارجع والليرة السورية بتتحسن الليرة السورية بتتحسن أمام الدولار طبيعة هيدا شي يمكن مع النهضة الاقتصادية رح تصير صحيح برجع لبنت 13 سنة اللي انتبهوا أهلا إنه بتتوقعت وفاة جدة توقعت وفاة جدك صحيح نعم صحيح وفاة جدة وفاة عمي الله يرحم ونجوز الماما كيف صارت جدك أنا معلاقين فيه كتير وكنا عم نبكي كان يركبنا بسكليتات بجنينة الصناية كنا معلاقين فيه لما راح أنا صرت أبكي وتمسكت فيه لجده هيك طويل اسم الله مدري كم بتر فقالت لي الماما أنه راجع يعني راح على الحاج وراجع ما كنا نعرف إنه شو حق 13 سنة إنه ماني ما تفعف شو يعني حاج اي قلت له لأ راح يسافر وهو عم بيفن يعني عم بيكذب علينا ما حيرجع واتوفى بالحاج وهيدا كان أول توقع أول إلهام كان لأيلي إنه جده هيك إنه ما بقى حنشوفه توقعت وفاة عمك وعمي الله يرحمه لأنه البابا توفى كان عمري سبع سنين جدي راح إنه حس إنه عمي إنه أنا ويعي لعمي أكتر من البابا فهو كان غيرنا عمك زوج أمك نعم كنا نحبه كتير كان حنون علينا كتير فأنا قلت للماما إنه إنه إن شاء الله ما يروح عمي مثل ما راح بابا وهيك عم نضحك وإمي يعني طلعت فيه وعبست إنه شو عم تحكي وعمي توفى سكتي قلبية كنا بالجبل وتوفى سكتي قلبية بالجبل وكانوا إخوتي السبيان صغار شو قالت لك إمك من بعدها بفترة قالت لي ما بق بدي إسمعيك عم تحكي خفت بترجعي تحكي قالت لي ما بق بدي إسمعيك وأبدا ما بق بدي إسمعيك وتحكي على الموت أو تحكي عن شيء لأنه اللي توقعتي هو موت ليلة سبع سنين كان عمريك لما توفى بيك بابا نعم شو بتتذكري من بيك؟ بتذكر ملامح أنه كان يخذنا على المدرسة لأنه البابا جوز قبل الماما مرتين وما إجي أولاد بترجع تجوز الماما وجاب ثلاثة بنات مننا فكان شايفنا مش مصدق نحنا ثلاثة بنات كلنا صغر أنا وهندو سناء فبتذكر أنه كان يخذنا على المدرسة بتذكر أنه كان يفوت بي لفته هيك ولابس هاج اللي بيه الطويلة ولفي مثل الله الله يرحمه حسن خالد بتذكر هيدا الشيء يعني ملامح بس ما بتذكر أكتر من هيك ما بتذكر أكتر من هيك بس أكيد بش بتأتي لصورة الأب بحياتك صورة الرجل القوي بحياتك أكيد لأنه ولا مرة كلمة بابا ما بعرفها يعني ولا مرة قيلتها بشوف واحد بيقوله البابا نأخذ البابا نجيب البابا نعمل مع البابا أنا هيدا ما ما بعرفها أنا انحرمت من البابا ومن الماما وانحرمت أني عيش مع أخواتي أنت عملي سبع سنين لما توفى الوالد في الداخلي دهر الأيتام الإسلامية رأسا أنا واختي هند وسناء سناء كانت ما تحملت لأنا صغيرة ورجعت طلعت ليه أمك حطتكم بيدار الأيتام لأنه جدي جوزها مرة تانية من بعد لأنه أمي لما ترملت من البابا كان عمري 23 سنة ولما ترملت من عمي جوز أمي لما ترملت من الثانية كان عمرها 32 سنة فهي عانت كمانا بس أنه حطتنا لأنه ما كان فيها أنه نحنا تلات بنيات عشت بدار الأيتام عشت دار الأيتام الإسلامية وعشت بمدرسة داخلي كمانا عند الرهبات ما لم تأمك أنه تركتكم؟ نحنا كنا نحنا كنا لما تجي الماما أنه نلاقيها أنه شو هالجلنة اللي نحنا فيها كنت تجي تزورنا بالمدرسة الداخلة نفوت على الإدارة مثلا يقولوا لنا إجت أمكم نروح أنا وإختي على الإدارة نشوفها لما تروح نعد نبكي أنا وهنات وكنت أنا شم ريحة أمي محل ما كانت قاعدة قبل ما تروح والمعلمة تشوفني أنه عم ببكي هي تبكي معي أنه ريحة أمي بالقوضة أنه تركتنا وراحت ونرجع هيك مكسورين مكسورين صح وكل عمرنا مكسورين يعني أنا بقول لهم أنا يعني بلاغت لحالي بالمدرسة ما بعرف كيف بتبلغ البنة لمين بدأت تحكي لمين بدأت تقول جاءت لوحدة مرضت لوحدة كانوا مثلاً المدرسة هاي كانوا كتير قاسين لأنه الأكل اللي ما بتاكله يحطولي كيه ثلاثة أيام ويدربونا أنه تناكلوا ما أكلتي بتفضلي بالأكل شو هي الأكل اللي تكرهيها؟ بكره مثلاً أنا كنت أكره البامي كنت أكره الاسباني كنت أكره لبن أمه شو أسوأ شي عاشتيا بدار الأيتام؟ الأسوأ شي اللي هو الحرمان الحرمان من كل شي العرفة؟ الحرمان من كل شي يعني كنت أنا فوت على عمبر مثلاً كان عمري يمكن عشر سنين فوت مسح له الغبرة بالرفوف وهيك لا تعطيني لوح شوكولات على بسكويت اللي كانت تبيع قلب الدكان قلب المدرسة كرمال لوح شوكولات؟ كرمال لوح شوكولات فوت مسح له وأعمل والطفلة وكانوا يجبرونا أنه نشتغل للبيبيات اللي كانوا يلاقوهم رابعة هاي ما حدا بيعرفها يجبرونا أنه نحن نغيرلهم نساعدهم بالحمام للأطفال وكنا نطعميهم رز ولبن للأطفال وأنا عدمي طري يعني كنت صغيرة أنت طفلة عم تربي أطفال يعني كنت بهذه الفترة صح بقلب الداخلية ولما تجي الصيفية لما نروح عند ماما نروح عند ستة عن جدة شوي ونرجع على الداخلية كم مرة نضربتك؟ بس كثير مين كان لضربك؟ النظرات النظرات كانوا يضربونا كانوا يجوا البنات إذا بنت مثلاً ما سمعت الكلمة يضربوها لترفع لنا إجرينا ويدربونا بالعصايا على إجرينا بالعصايا مرفوعة على إجرينا خصوصاً بالبرد كم مرة ما كلقتل؟ ضربنا مرة إختي هند إجت المعلمة عم تقولها فتحي إيديك هند أصغر مني بسنة فتحت إيديك عملت هيك إجت العصايا على عيني عورت العينة لأختي وبكيت ورح تصرت أضرب بالمعلمة وأنا طفلة ما بعرف يعني هجمت عليها شو علمتك هالحياة الآسية ليلى؟ علمتك أنه لا أهم شيء أنه اللي عنده أولاد ما بتمنى ولا تشوفه داخلي لو شو ما كان ما بتمنى شوف ولد داخلي يعني أنا قلبي بيجعني لما رحت على دار الأيتام مرتين أخذت ألعاب أخذت غراد للأطفال لما تدخلي هلأ على دار الأيتام شو بتحسك؟ أنا ما فيه يفوت شو بيصير فيك؟ بتذكر كل شيء ما في شيء منيح ما في شيء منيح لأتذكر خبريني عن شيء بتتذكري ولا مرة ألتي لي مني شوي شيء أول مرة بينقال بس بدي ذكرى هالأد آسي وأول مرة بتقوليها على التليفزيون ليلى؟ كنت جعاني كتير بتذكر هذا منظر ما بنسيه كنت كتير كتير جعاني يومين بلا أكل فيه قفص للمطبخ هو قفص ليمون صرت أنا جيب شيء من الأرض حجرة وأطرق الشبك لأسرق ليمون فصرت خبت 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 عند لما وصلت عند الليمونة بلاقي وحدة نازلة هاجمة علي وعم تضربني وكنت معورت إيدي هون كله ما ما فيه نتذكر المنظر عورت إيدي أنا وعم جيب الليمونة من القفص فكان فيه إنه قلت بمص بردقاني بكلها إنه جيبت البردقاني كبتها بالأرض وطلعتني على القسم هاي ما بنسيها هاي دي إنه ليه هل قد كان فيه أسوى لكن يجوعوكم لكن يضربوكم لأنه إذا ما أكلت أكلك لازم تأكله بالغصب عرفتي فأنا كنت أنطر إمي لتجيب لنا إنه صندوق بسكوية وصندوق راحة تخلي لنا يا عند النازرة نطلب منها تقلنا خلص فكان فيه كتير أساو ظلم فأنا كل هالحنين وكل هالحرمين إنه عطيتوا لأولادي عرفتي عوضتوا لأولادي وأنا ما بقدر أقول كلمة لأولادي أو أي شي يعني بقلولي كتير بقعد نشتيون وبتعطي ما فيني أحرمون مثل ما أنا نحرمت يعني لمتيها بعدين لأمك إنه إنه بعد أنا ما كنا نحكي كنا نخاف كنا نخاف نحكي شو عم نعاني جوا من مين كنت تخافي؟ كنا نخاف من النازرات بس ظهرت ما قلتي لأ إنه لا بس ظهرنا إنه قلت أكيد حكيت إنه شو صار فتحتي لقلبك لمتيها؟ عملت ردة فعل تجاهها؟ عملت ردة فعل إنه أنا فت عمري سبع سنين طلعت عمري عشرين سنين حتى مع إخوتي مربيت يعني مربيت طلعت متصالحة مع أمك أو رفضتيا؟ لا طلعت متصالحة مع أمي لأنه قلت أمي إنه بابا تبوفى كان عمرها اتنين وعشرين سنة متل معرفت منا ومن خلاتي ورجعت اتجوزت إنه شخص كان مرتاح مديا وكان منيح وأخذ لنا بيت بالجبل توفت تاني يعني أمي عانت إنه مش إنه ما عانت بس أنت بس تزوجت؟ اي تزوجت ولا مرة لمتيها يعني تزوجت مرتين أمك أو تلت مرات؟ تلت مرات لمتيها شي مرة؟ لي عملت هك؟ يمكن تلت مرة ولد أناني كمان أحياني بدو أمه يمكن تلت مرة قبل تاني مرة كنا بعدنا صغار تلت مرة يمكن لأنه كنت شو قلتي له؟ لأنه عندي أخت عمره هلأ بالأربعين واجهتيا وقتا؟ اي أو خفتي؟ لا ما هي تركت وقتا البيت فترة وتزوجت وتركته هي وحامل بأختي رزان وبعدها اجت على البيت بس أنا كنت طلعت من الداخلي يعني هي أنه تزوجت تلت مرة قرفته فكنت أنا وأخواتي كنت أجي روح على الشغل أجي أطبخ لون ما عارف أطبخ لي لون شي مسح البيت كالناس وكنت عم بشتغل بسنة تسعة وسبعين لو كنت محل أمي كنت عملت نفس الشي؟ كنت تزوجت لك مرة؟ أنا يعني حربت بأيدي وبكل شي لحتى جبت أولادي وربيتهم أنا بعد ما توفى بيون ومرت بيون فكان أولادي معي مرضت أن أطرقهم أنا أنه بقلبه السعادية فما بتعملي نفس الشي؟ لا ما بعمل شو اشتغلت لي ليلة؟ نعرف نحنا أنا تعبت بحياتك حفرتي أنا اشتغلت أو شي بالمدرسة الداخلة جات اشتغلت جات اشتغلت اللي ما حدا بيعرفها اشتغلت مربية فترة مربية شو يعني؟ بيبي ستر بالبيوت تهتم بالأطفال بالبيبيات كم سنة اشتغلت مربية؟ بفترات كان يعني عند شخص قاضي كان مهم ومرته رجعت اشتغلت بمستشفى مالك بدردين رجعت اشتغلت غاليري حمام العسكري أنتيكس كنت تعرفي مسح الغاليري مسح كل شي بقلب الغاليري أنا يجوز بنات أنا كله أنا مع حدا يعني الغاليري كان لها شخص مصري رجعت اشتغلت بالسفارة المصرية فترة ومعتي هالأب تشغل هاي جعت اشتغلت محل تيب جعت اشتغلت محل كستات اللي هو عن جوزي اللي اتزوجته مصبوط بس كل حي يعني أنا بتزكى انه من عمري 14 سنة 13 سنة وأنا بشتغل لليوم تزوجتي رجل متزوج عنده ولدان نعم رحتي عالسعودية لقيت كمان عنده ولاد ناطرينة اي كانوا تعلقوا فيي هني بالقبل وبعدين قال لي بتحبي تعيشي بلدها رحتي رجل متزوج ليلة لأن انا خطبت قبل نعم وتوفى خطيبة سنتين فحسيت مرد مرد اي مرد كمان هاي عملتلي شوق وصار وزني 40 كيلو صحيح نعم مصبوط فقلت يا ربي ليه انه بعد ما لقيت الحنان والعطف ولقيت شخص واقف حدي وراح من هاد دنيا فأنا صار عندي شوق يعني كمانا وانه خلص انه هاي دي حياتي فلما تعرفت عليه لصحب المؤسسة اللي انا اشتغلت معه كان طيار هو بالخطوط السعودية وقلت خلص ما انه ما بدي كفي ضلني قاعدة لانه كل شي بتذكره فيه بلبنان بدي اهرب وهربت وسفرت وبلشت هناك المعاناة صار عندي كهربة كهربة بالراس نعم وجيت على لبنان تركت وجيت على لبنان لأتحكم تحكمت عن الدكتور بروفيسير قال لي ليلى ما ما انه اجتك عكبر وهي ما بتروح فهو استغرب انه كيف راحة الكهرباء عطاني ادوية وعملي علاج وكذا والحمد الله صحيت وما تحسيت بشي تزوجتي رجل متزوج سعودة الجنسية جبت منه ولدان وبعدان رجعت على لبنان رجعت على لبنان صح صح وبعدان تزوجتي من رجل لبنان اي لما توفى ابوهن للولاد ومرد وجبت ولادي فوتهم على المدارس هون ودرسوا هون يعني بقىوا بلبنان عشرين سنة تقريبا زينا وفهد فهد خلص اشتغل بالمنحق التجاري بوكاة الانباء السعودية بالسفارة اشتغل فترة وهلأ له سنتين تقريبا رجع على ملده بهذه الفترة كنت امرأة ما معاشي تحولت اليوم ليلى عبداللطيف امرأة ثرية بهذه الفترة اول ما تركت ايه كنت عشت بستوديو بعدين اللي طلقوا الولاد بدي يجيبون لازم يكون البيت اكبر شوي استأجارك البيت اكبر ما كان معيك مساري لتروح بتاكسي يمكن وقتا اه لا قابل قابل لما كنت عم بشتغل سنة تسعة وسبعين ثمانة وسبعين ما كان معي سرفيس سرفيس مش تاكسي اليوم ليلى عبداللطيف امرأة ثرية انا بقول امرأة اول شي منادلة الحمدلله اهم شي الصحة والله كيفيني من عنده كتر خير الله الحمدلله راضي باللي الله بيعطينيه واللي عطانيه كيف صار الهامك هو مصدر رزقك والله هو مش قصة الهام مصدر رزقه هو انه يعني بلشت انا بالاقني بالتلفزيونات وبلشت انفتحت انت عدت بواب من مرايا الحز للام تي في لتلفزيون لبنان للجرس مع صوت الغد مع الاعلامية ريمان جيم مع نيشان مع توني خليفة مع زينة فياد مع ماتيلدا مع رجا رودولف يعني كله عملت يعني مع ريهام بمصر يعني عملت فتت عقنات الكويت ممنوع التوقعات بالكويت مع العالمية فجر السعيد كيف طب نسمح لكم ممنوع التوقعات بالكويت هي هلأ الشعب الكويتي بيحدني كنت توقع اشياء للكويت ولقوا مظبوط انه عم بتصير بالامارات ممنوع التوقعات عملت عقنات الذفرة بالامارات هالسنة عملت بمصر الكاهرة والناس عملت بتونس ممنوع كمان توقعات بتونس عملت انا بتونس عندك صداقات مع الاعلاميين كيف علاقاتك مع الاعلاميين شوفي انا ولا مرة زعلت اعلامي وعتب كمان يعني عندك صداقات وعتب بس انا ولا مرة زعلت اعلامي على فكرة كلهم بيعرفوا كلهم في بيوتهم بس ما بيزعلوك الأعلاميين هنه بيزعلوني بلا بيزعلوني يعني أنا بيستغرب ما بيسترجوا يزعلوا فينا نقول إنه ميشيل ما حدا بيسترجلوا شيء ميشيل حايك ما حدا بيسترجح لا لا ما حدا بيسترجح مع أنه هو ما بيعمل مع حدا ما عمل إلا مع نشان وعلى الام تي بي وما عمل مع أي حدا أنا ما في حدا ما طلبني إلا نحاضر وروح بيخافوا يزعلوا لميشيل حايك بينما ما بيخافوا من ليلة عدل لطيف لا لا دايما المرأة أنا بقول دايما المرأة هي مثل شو بقوله كسة عصا أو ما بعض شو بقوله ماكسر عصا ماكسر عصا المرأة دايما الحربوك لأنك امرأة أكيد أكيد طب ليلى في حربة عليك يعني لما تطلعي بنقرأ على السوشيل نحن على السوشيل ميديا بتعرفي فيه تنمر ما صدقك ما في حدا ما بيتحارب بس أنت أكتر من غيرك يعني أنت أكتر من ميشيل حايك إذا صح التعبير هو كمان لأ أنا بتفوت بشوفه وكمان بيتحارب يعني حتى أنه أنا ما بعرف لين ما أقولك دايما المرأة بس أنا بالأمل من زمان من كم سنة أنا أقولك أنت أزعب هلأ آخر همي لأنه الناس محبة الناس والسوشيل ميديا اللي أنا عندي هلأ قناتي الخاص بطلع بقول توقعاتي بطلع بفرجيهم شو قلته وشو صار ولكن بالمقابل ليلى في كتير ناس تكتب على السوشيل ميديا شو قلته وشو ما صار وهون هون التنمر بيصير والضحك والنكات يصير ما أنا يا حياتي شو بقرديلي على هيد المقابل أنا بقللهم ما هني ما عم بيفهموا ولا بدهم يفهموا أنا بقللهم مين ما كان يكون وآخر همي بقللهم أنه أنا تنعى 70% يا أختي و60 و65 و75 و75% من توقعات تصير و25 ما تصير مين قالهم أنه أنا نبي مين قالهم أنه أنا لازم مية بالمية أقول توقعاتي وتصير طب أنا نفسي كليلة إذا بدي أقول توقعاتي مية بالمية وتصير يعني أنا بخف من حالي مين أنا بس أنت كنت تحكي بأنه يعني بدأت تصير الناس حبيب اللحظة بدأت تصير الناس تجي وتتبارك مني بالبيت ساعتا أنا مني لا قديس ولا مني نبي أنا إنساني بجر مثلي مثلكم مين ما بيغلط بها الحياة ما حدا كامل إلى رب العالمين لو 99 توقع التي صح وغلطت بتوقع بيحسبولك التوقع أنا بيحترم كتير أوبرا أوبرا يلي عملت مقابلة مع سيلفيا براون من السنين يلي توقعت سيلفيا براون ثلاث توقعات أربع توقعات يا لطيف أنه صابتهم طب ما هي فتت أنا وشفت ثلاث توقعاتها ما صابتهم ليش بيحترموها برا وليش ما حدا انتقادها وعملت مقابلة معها ليه برأيك أنا هنا باللبنان ليه بالعالم العربية هيتي لا أنا بتونس احترام بالكويت بمصر بكل الدول العربية بيحترموني كتير بلبنان وما في تناقض ما في إلا هون ليه لأنه ما بدون ياك تطلعي مع غيرك الإعلاميين هن اللي بيحربوك يا ليلى أحيانا ما بدون ما تطلعي مع فلان ليه طلعتي معهم ليه ما تطلعي معنا ليه طلعتي مع فلان يا خي احترد أنا إعلامي أنا ما بزعل حدا من الإعلام بس هيدة شو إلا علاقة بالتوقعات اللي ما زبطت وبهجوم الناس على السوشيال ميديا على هالتوقعات طيب ما أنا طلعت قلت قلت على الله يطول بعمره الجنرال عون الرئيس عون على أيامه بدي يقوله أحسن ما يقوله أنه قلتها بعضين قلت أنه هو السبب اللي خليني لأنه أنا عندي التوقعين وبعدتهم لديانة عن الجنرال عون بال2015 قلت أنه بيوصل للرئيسة وبيفتح المفتاح أصر بعضة مبارح بعدت اللي هون تتشوفهم صحيح صحيح خبرتنا الجنرال حتى الشيخ بير قال لي ليلى ليه غيرتي رأيك ما أنت ليه غيرتي وانت جعبت لا مش قصة هيك أنا مرتين ثلاثة طلعت عاربية عند الجنرال وبعت وراي رحت قال لي ليلى بتمنى عليك أنا أحسن ما تفوتي قال لي بالحق يعني يعني تصوري لوين أنه هو اللي خليني غير بس هيدا بيدرب مصدقيت تعرف بس طلعت قلت تعرف إلت من ورا الرئيس عون والجناء أنا غيرت شو قال ليك الرئيس ميشيل عون لخليك تغيري رأيك لا وتحكينا أنه أنا بتمنى عليك ما تجيب إسمانه أنه أنا مني شي حكيتها قال ليك جايجان عباد لا هو كان عم يحكي أنه الأكترية الأكترية أنه إذا فيه شخصية متوافقة مسيحيا شيعيا سنيا درقتيا أنه هو اللي لا هيدا مش هيدا 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 معلومات لا مش معلومة وين أنتو لا حبيبي هيدا مش معلومة ما أنا قلت بالقبل جنرال لا ما أنا قلتها ما سغيرت يا حبيبي أنا قلتها لأنه هيدا كان إلهامة واستنتي على المعلومة قلت له هيدا أنا إلهامة وما بدي غيره رجعت أنا قلت تالتي بحلقة وبرضو بعدها قلت له أنا شايفة ثلاثة نعم ثلاثة أو ميشيل عون أو جان عباد أو إسلمان فرنجي لكن رح قلكن شغلي هيدا ليه ما حطوا هاي المحطوى هيدا غيري وحقد وحسد قلت لهم مين بيجي قبل التاني هيدا العلم عند الله مين بيجي قبل التاني طب ليلى السؤال هو دايما نحن بنسأله المشاهدين العازيين بس يعني عادي وين المشكلة إذا قلت توقعوا ما صار وين المشكلة ما أنت أنت إنساني ناشحة يا أختي أنت لو ما أنك ناشحة ما بتتحارب أنا قامت بصير فاشلة لما يبطل يجيبوا صيرتي وبطل اتحارب بس هون بدي أرجع لهيدا النقطة ليلى لأنه أنت وقته قلت معلومة ما قلت إلهام لأ قلت إلهام موجود 2015 2016 عن جان عباد لأ عن جان عباد كان إلهام ولا معلومة لأ أنا ما قلت أمتى قلت يوما ما هو سلامان فرنجي ومشيل عون هلأ هو مات الله يرحمه مات أنا أنا إذا بقلك أنا بتقدي لي ليلى أنا بدي ياكي بيحلقه بعد شهر بقلك أنا معك ومنسجل ومنعمل كل شي بقلك أنا معك خلص ما حق ما حق أخلف وعدي أنا ما حق أخلف وعدي نعم وقالله توفيني طب وهيدي أنا صح بتقلي لي هاي ما حدا بيعرف بالأفلاق العالمية ليلة تاخدوا معلومات لأ ما بحياتي أخدت معلومات لأنه مالك معنكم علاقات مع المحابرات مع الرجل السياسي لأ إنت معناج السياسي إسم الله عليك بتفهمي وفاتي بالسياسي وكذا أنا رح قللك شغلي يلي هني اللي قلت عنهم بيتوفوا ما قلت بيتوفوا قلت إنه الخطر عليهم اللي هو الله يرحم وآسف شوكت وسام الحسن لما قلت انفجار بالأشرة فيه وخايفي عو وسام الحسن وقت وبعت وراي وقلت عن عمرو سليمان طيب هني طبعوني المخابرات ما عرفوا وأنا قلت خايفي عليهم فإذا نحنا ما بناخد شي من حدا بعدين كل الرؤسة بدكتقليلي اللي كانوا محللين السياسي لقلهم ومخابراتهم ما عرفوا شو بدوا يصير فيهم لا ما بتخذي من حدا لا هيدا الهم بيجي لما قلت أنا شايفي ناس لابسين أسود على قصر الحريرة قبل تسعة شهر لما قلت عن 11 سبتمبر زي ما هي وإجوا لي المخابرات الأمريكانية على بعبدات كنسيك نبي بعبدات وإجوا حكيوا معي لما شايفوا أرشيفة قالوا لي واتس ناكست إجوا علي أنا حدث عن 11 سبتمبر هل أنه معامل قزافي قال لي شو بدوا يصير فيه هل أنه مبارك قال لي شو بدوا يصير فيه شو الحكي هيدا 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 هني ما بيعرفوا هني ما بيعرفوا زيتهم ما بيعرفوا يعني ولا أنتوا ما بتاخدوا معلومات هيدا اللي بدي ولا شي المعلومات لأنه مباركي عم يعطوكي معلومة بس لحتى تعاملين لهم ضجة فيها وغلط نحنا مفوت بالحياة لما تذكر أسامي أشخاص يقال يعني بصيروا يقولوا ليه بدأت تذكر اسمها الإنسان لو ما دا فعله يا حياتي خلينا نضحكك شوي يعني هوني أنا لما بدي أطلع على التلفزيون أنه عن مين بدي أحكي أنه أنت طلعة تحكي عن السياسيين وعن الدول تذكري أسما كل الدول بالعالم بيعطوني مثلا قصة روسيا أوكرانيا من 2015 حكي عنا 2014 شو ألت وقتها قلت أنه شايفي حرب بين روسيا وأوكرانيا وروسيا ما حتوقف طب هلأ مين رح يربح هالحرب ولوين رايح هلأ عم بحضر أنا على كناتي على اليوتيوب عم بحضر عاتيني عاتيني مرينة شغلة أنا عم بقلك أنه أنا قايلة كتير إشياء أنا أول توقع قلته أول توقع يلي هو درب مزبوط قلت شايفي ناس لبسين أسود ع أسر الحريرة خروج الجيش السوري من لبنان حكومة كرامي بتسقط سليمان فرنجية خارج الوزارة هذا كان توقع وراء بعض طب مين بدي يعطيك هيك بعدين في شغلة ما حدا بيعرفها تفضل في ناس كبار بعد الدول اللي هن بدك تقول المخابرات تقول المخابرات يا ستة هن بيسألوني شو بده يزير هن بيبعتوا وراي حدا بيبعتوا وراي أنه بيعتوا وراي عسواد عيوني بيبعتوا وراي لا يسألوني مرئيها أبدا ما بتخدم بعض المعلومات لأنه المعلومة بتكون لأنه المعلومة إذا بدون يعطوك إياها رابع بتكون لصالحهم لهن حتى يزلتوها هيك لصالحهم بتكون طب بركي هالمعلومة ما صارت هايدي بتجيب عطيني هلأ عطيني توقع رح المرء منشو القصة عند روسيا وأوكرانيا بده تحطير ما فيني هيك شغلة فوت بالحيط لا ما فيني كيف تحضر بتتأملي بتعدي مع حالك بتقري شو شو بتعمله لا أنا كيف لما حكيت عن روسيا وأوكرانيا أنا مورا بوتين أنا قلت محاولة قبل محاولة اغتيال وصارت قبل من كم سنة أنا كتير بشوف تلفزيوني الأخبار تابعة قدل تحليل السياسي بيدخل بتوقعات لا ما بعرف حلل أنا ما بدي كله بيحلل وهن يحللوا الصح أنا بشوف مثلا رئيس يعني أنت تتقولي أنه رئيس كوريا كذا 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 من سنتين مع توني وصارت يعني ما قال لي توني شو جيب رئيس كوريا شمي أنه توقعت له ليت ذكرت أنا أول وحدة توقعت عن كورونا وبالاسم بالاسم كورونا إلت كورونا نعم وهذه إذا شغلي كورونا على الـ LBC تاريخ يشهد 2014 إلت كورونا إلت كورونا ليه سميتها كورونا بديك تعرفي ليه سميتها كورونا حلق هو يمكن عيب أولى لا أوليه أوليه خي معي هلق هون فوق خي جال عندي قال لي حطيت له شوية بزرات قال لي كت عب حضر حلقة للـ LBC قال لي بدي بيرة قلت له أوكي فتحت له البراج بدي بيرة ألمازة قال لي لا يا أختي ما بدي ألمازة ما عندي كورونا قالت له لا ما شو بعت النطور رح جبله حطت عم بيشرط طلعت أنت كتبت كورونا وتوقعتي وتوقعتي كورونا تكون فيروس لا قلت فيروس بصي قلت له لأخي بدي يسميه كورونا يلا كولونا كورونا هيك بين المزح والجاد وسميته كورونا وقلت أنه هيك عادة تنبش بالصدف طب هل بتقولي هيك بالصدف هل بتقولي خي دحك علي الصين مليار وشوي عم بيقولي أختي كيف بتشوفي الصين مدينة أشباح شو يعني بتشوفيها مدينة أشباح بسبب كورونا ليش ما بتحطوا التوقعات هي القوية يلي ما ممكن كان حدا يتوقعها وأنا توقعتها ليش بتجيبوا التوقع إن كان سخيف توقع بتقولوا هيدا اللي ما صار ما بيقدر شوفي بدي أقلك شغلة ما بيقدروا يحاربوا شي رب العالمين عطاني طب ليه أنت ما بتحصري توقعاتك بالأهم لحتى تخف الأخطاء لأنه إنسان إنسان آخر شي ممكن يصيب ممكن يخيب مين منا كامل أنا مني أنا هلأ قدام الكاميرا وقدامك أنا بقل لهم إيه نعم أنا بصيب فينا نقول 80% من توقعاتي بتصيب و20% أنا قابلي ما تصيب لأنه لما بدا تصيب 100% معناته أنا مني من البشر ومني منكن وأنا منكن ومن البشر هاي بقليك يا آخر شي ولا همني واحد يحط توقع مصاب آخر همي لأنه أنا بلاني إنه هيدا التوقع ما يصيب مشان ما أخف من حالي طب أنا مين بعدين ليلى مين رئيس الجمهورية اللي كنت مستشارته لأكتر من 15 سنة ما بدي أقول ليه شو القصة توني يمكن يعرف بس أنا ما بدي أقول توفى اي أنا بس أنا في رؤى ستير توفو لا ما بقول الله يرحمه 15 سنة كيف مستشارته يعني شو كنتي عم تعملي روحوا إجي روحوا إجي ويستشيروني بأشياء وكل اللي قلته صارت وإلا ما كنت بقيت 15 سنة ما فيك تتوقع لشخص ما بتحبيه ما في كيميا بيناتكن لما شخص ما حبه هو يتحديني أنه كذا أنه بيجي من الآخر بقل له أنه أنت هيك 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 بينقز هو أنه في معلومة ما حدا بيعرفها غيره مثلا الدابة الدابة ساهم إيمان الشخص فيك أنك تعطيه أكثر يعني أنا الله يرحمه ويسام الحسن لما بعت وراي لما قلت هدا توقع مع فيني وشانتال على الإلبي سيحة طولي صورته قلت له نخايف عليه بعت وراك قال لي ليلا نحنا مين بيسترجعنه أو بهالمعنى وقال لي كيف تعرفي قلت له قال لي ليكي أنا يعني أنا ما ما بصدق هالأمور فقلت له شغلتين هيكي لا يؤمن كان نقز منهم ما حدا بيعرفهم مثلا فأنت يعني حتى تقدست تدعاك لو ما استفز وقتا أو ما بعرف أنه هلأ هني يعني طلع بيعرف عني كل شي قلت له أنت الدول كان مهتم يعني شغلته عكل حالرجو الأمن هو شغلته يعرف عني بتحديدا وكلهم بنقلك شغلي أنا إنساني رح أقولها من الأخير عندي هاللهام القوي هالرؤية القوية كيف أجيت وليه ما بعرف ما حدا ما بعرف أنا إنساني لني لعندي دجل ولعندي شعوزي ولعندي أنا إنساني بخاف الله بصوم برمضان وبقرأ قرآن وبخاف الله ما ممكن أني يوما بحياتي ما أزيت حدا إلا عندي إلهام بطلع بقوله إن صاب هاللهام بكون ربنا سبت الرؤية إن ما صاب بكون ربنا ما سبت الرؤية يعني هيدا كله شغله لكن أنا إنساني بسيطة إنساني الغرب بيقدروني أكتر ما أنا بلبنان مقدريني بيزعلك هالشي واضح إنك بيزعلك هالشي بيزعلك هالشي طبعا لأنه لأقلك لي لأنه إن كان فنان أو إن كان إعلامي أو ميم ما كان يكون بهالبلد ناجح بيحاربوا كيف حلقتك مع الفنانين وين بلبنان إنه ولا مرة إنه ولا مرة شو بقوله كرة ما الفنانين معيك من هني الفنانين ليه تحكت هون أبدا ليه ما في إلا شخص بس عنده النفسية الكريمة أو شخصين مين أنا بحس إنه اللي هو أكرم شخص جر وصوف سلطان الترب سلطان الترب هو الأكرم اللي بحبه بموت عليه وراغب علامي الباقيين هون بيبعثوا وراكي متل ما بيبعثوا وراكي متل ما بتجي متل ما بتروحي حتى جيست كادو شفتي هالزريع هالزغيرة منا شي بس بالنسبة لإلي إذا حدا هدين يا بعدها واو مين اللي قاعدة كل اللي تقدير تقدير مين اللي قاعدة كل الليل تتوقعي لو أخر شي ثلاثة خلصا ما بيبعثوا حتى ما خلت زوجتي يدفع يدفع شو عندك المعلومات كلها شو بس نجدتها المعلومات أنا كمان أنا عندي لها عندي حاسس سألوا نيشان عنها أو بيقلكم أنا ما رح ما رح أقول بس بقول إنه بس صحيح في حد بسهريك للصبح وآخر شي للخمس الصبح ايه ومرتين ثلاثة بس أنا بقول لي مع الله ما بدي عشي مين الفنانة ليكي أنا يمكن لو فنان أو فنانة على قدون وليلة تعي وكذا على قلبي أحلام العسل بس واحد يكون معه وقال الله عطيه ما يعطي ما يعطي ما أنا يمكن أنا من سنين كنت على قده وكنت أعطي كيف هالله ليه بتحبي هالقد محمد رمضان محمد رمضان لأنه أول شي حنون وعاطفة وكريم كريم النفس وكريم الأخلاق ما بق يعني أنا شفته مرتين ثلاثة التقيت فيه لكن هو أنا مثل ما بسمع كريم النفس وكريم العطاء مثل ما بتسمعي ولا مثل ما سار يعني مثل ما بسمع ومثل ما عم نشوف أنا متبعته لمحمد رمضان وعمل يعني محمد رمضان هلقدي نجاح وهلقدي عم يتحارب بس ما رح ينجح أكتر أي إنسان نجح أنت ناجحة ما بقدر حدا يحاربك أنا بعرف وبتابع ممكن هجوم ممكن كذا بس أنا بعرف أنه أنت مرأة قوية وصلبة ما بيهزك يا جبل ما يهزك ريح مثل ما بقوله إن شاء الله ما في حدا إلا ما بيتحارب رح أقول شغلي واختمع أنه أنا لو الدنيا كلها إجي تحاربتني وأنا مع الله وبلتجي إلى رب العالمين مش للعبد لرب العالمين ما بتفرق معي أدمى الأنبياء اللي ربنا نحن مين قدام الأنبياء ولا شي ربع رب العالمين خلقون خصصون وعلى الأرض لا يعملوا رسالة حربون ضهدون وعزبون فمين نحن قدام الأنبياء عم بتقولي أنا مع رب العالمين وذكرتك كذا مرة يعني دايما في لجوء لرب العالمين طبعا ولكن المشاهد بيعتبر اللي بتوقع أنا دايما بترق بيب كذب المنرجمون ولو صدقهم أنا بيني وبين ربي هني مخصن كل واحد يكون بحاله أنا بيني وبين ربي ما حدا بيعلم إلا رب العالمين أنا وين ما كانت عنده ما حدا بيعلم وين تشوفي حالك ليلة بعد عشر سنين إلهامك لوين بياخدك تكون أنا بقول إذا الله قد ما الله عم بيعطيني من نعمه لازم خصص للأطفال المحرومين ولدار العجزة المسنين اللي هني محرومين بعد عشر سنين يمكن تلاقيني عم ندور من مكان لمكان من ميتم لميتم من دار عجزة لدار عجزة لأنه أمهات أبهات ما بينتركوا الأطفال أنا ما بقدر شوف طفل عم يبكي بهستر ما بقدر شوف رجال كبير عم يبكي أو ست كبيرة عم تبكي محرومة من ولادها ما بيسألوا فيها نحنا عايشين بعالم كتير قاسي عايشين بغابة عايشين يعني أنا أمي عمرها لأنه أنا أمي عمرها 84 سنة شايلينها نحنا سبع أخوة شايلينها لأمي شايل على الراحات وبدلني بحس حالي أنه أنا مأصرة مع مع أنه كل شي مع أنه انظلمت ضلامتك أمك هي وما بتعرف أو مش أصدتو ظلمك ظلامتك لو كان كافيتية بالإحسان لو كان هايدي أم ولو كان هايدي قاب انخدوا رضاهم ولو كانوا من كوم الكافرين شوفوا لوين خدوا رضاهم ولا تكون لهم أفن وكرمهما كرما وكلهما وكولا كريما ولا تنهرهما وكلهما كولا كريما يعني الأم هي غالية إذا راحت الأم تخلص الدنيا ما بقى في حدا يدعي لك بالخير يعني خلص بتروح البركة والبي نفس الشي فأنا لما كنت روح دار العجزة وشوف الأمهات كيف مرمية هذا كتير بيأسر فيه وببكي نفس الشي الأطفال اللي بشوفهم دار الأيتين ما في حدا يسأل عنهم مرميين أكيد هدول بيأسروا فيه لأنه ما في حدا مثل الأم ومثل البي ليلة عبداللطيف مظلومة زلمت أنت وطفلة اليوم مظلومة أنا لأ أنا اليوم أسعد إنساني إنه الله عطاني نعمة اللي هو فهد وزينا زوجي مارك عطاني نعمة ربنا عوض لي عوضني عن كل يلي أنا فيه شغلي إنه الله أكرمني أنا عم بكره للآخرين واللي محتاج ولو الكبار اللي معهم مليارات من هالسياسيين ولا الفنانين اللي عم بيكنزوا بيكنزوا فلوسهم وهلأ في منهم يمكن يعملوا خير ونحن ما منعرف بس إنه قد ما فيهم نعملوا خير لأنه واحد رح ينزل على جورته لا حوله ولا كوه وبيتل عن كبوت كتير على اللي بيموت نحن منقول فأنا بشكر ربي وبحمده على النعم اللي عطينيها وهالقدة أنا مكتفيه كلمة أخيرة ليلى شو القصة حكيت كل شي أنا بشكر ربي وبحمده على كل شي أنا فيه في كتير ناس بتتوقع ما وصلت للي أنا وصلت له أنا وصلت للسيان أن مردين وصلت لأكنية كتيري وصلت لناس كبار وبيفوتوني بيتهم وهيدا شرف كبير للي ملوك ورؤساء ورؤساء وفنانين ووزراء ملوك ومارة شيوخ أنا وصلت لناس الحمد لله بمسدقيت بإلهامي ومحبتهم للي حتى لو أنت عندك إلهام وما تقبلوك ما فيهم يفوتوك بيتك وصلت لأكتر ما بستاهل أنا وما بتفرقوا معي إذا طلع حدا حربتي قال عني كلمة قال عني كذا حدا بحطه وراء دهري أنا ما بقى أرجع لوراء أنا بعد إنساني أنا بعد حالي إنساني مع كل طواضع ليلى عبداللطيف براند وتعبت على إسمي وهيدا الإسم ما رح يرجع لوراء إن شاء الله لمزيد من النجاح والتصور وأنا كتير كتير مبسطت أنا كمان أنا كتير مبسطت لما قالوا لي رابع قلت لهم أكيد وتنفزيون لنا كمان رح تتتوقعي لي بعد تحت الهواء ولا على الهواء يا عمي أنت ناشحة أنا ناطرة منك لا ناطرة منك تحت الهواء تحت الهواء شكرا ليلى عبداللطيف حديث هذه كانت ليلى عبداللطيف الإنساني اللي بتملك قدرات مختلفة البعض بيعتبرها سيدة التوقعات والبعض ما بيقتنع أو بيصدق لكن الأهم هو ليلة الإنسانة لحكية قصتها وسمعناها وسمعناكم والحكوم لألكم رح نسمع هلأ قصة حب غريبة تصدم برأي الدين والشرع شو القصة نسمع أهلا وسهلا بالأستاذ موسى محرز خليك مرتاح قدي عمرك موسى عمري 30 سنة 30 سنة العمر كله قصتك قصة شو قصتك؟ قصتي أنا عن البنت أنا طلبت تعرفت على البنت هاي دي جارتنا مين البنت؟ إسمها حنين حبيتها؟ حبيتها ما حبيتها بابا لبيتها يعني مش شباك يعني بفتع الشباكة هي بقي لبيتي صرت تردد على هاي دي جارتنا تعرف على البنت التاني بيصير بيحبها وحبيته حبيتها أنا لبيت ترددت عبيت؟ عبيتها صرت انو البيحب التاني بديو شوفه يعني ما بديو انو صرت شوفها ما قلت تتعطبني من عند باية جينا لعنة البنت ما طلبناها نحنا من باية وجدة الأبي والأبيها طلبنا منها وحرام كل عالم وافعت والدنيا طبلت أنه موسى بدوا يتجوز حنين ويحبها وبدوا إياها فتنا على البيت عادنا أول نهار نعرف بعضنا أكتر عشر تيام عادين مع بعضنا في هل عشر تيام عادين عامل عبوارع صهرانين بيجي تليفون من شايخ بيقولنا بيضع الأبيها للبنت بيقوله أنت كيف تخطب بنتك لأموسى قالوا لا شوف موسى شوفي قالوا ما هي أخته برضاعة لا هي جوز أخته برضاعة قالوا كيف أخته برضاعة قالوا أنا شيخ وعم بقولها قالوا أخته برضاعة وما تحكي معه الشيخ قالوا أخته برضاعة مين الشيخ الشيخ يعني كيف بيعرف عامد الفياض كيف بيعرف هو سامعان من الضيعة نعم من الستة كانت بتقول هي قبل بتقول ماشي بتقول أنا بتقول لي لأيلي أنا يا موسى أنا رضع مني أنت أنت وأنا أختها ستة لحنين ردعتك أنت وصغير أنا صغير كنت صغير كيف خيه برضاعة ما هي ستة أنا خيه صرت لبية خيه لبية لحنين برضاعة فأجي كانت خايفة علي من بنتها هي فأنا وان روحت لما طلقت طلقت بنت ابنها طلقت بنت ابنها إجا الشيخ قال هيدا الأمر لا يجوز لا يجوز حرام قلت له حرام كيف حرام لأنه أنت عمّل حنين برضاعة أنا عمّل حنين برضاعة بس قلت له أنا لا أقربها لأن عمّل بنخالها جارنا بفتع شباكي من شباكي تعرفت عليها أنا ما في أرابي بينه وبينها موسى أنت قدي عمرك 30 30 سنة حنين قدي عمرك 15 سنة أكبر مننا بـ 15 سنة إيه والعمر رأم يعني أنت لو مرضاعت من 6 لحنين ما كنت خلقك أنا لما كنت خلق آلي ما بعرف ما كنت خلقاني حني أنا ما بتذكري أكبر مننا بـ 15 سنة بدأت تزوج صبية هالآن أكبر مننا خيّلنا نجيب صبية صغيرة بعد لم؟ أنا هيك هوية هواية؟ مش هوية ما فيه هوية بالبنات اللي بيحب شخص بيحبه أنه بعده صغير هو بيربيه على أيده بيعرف الشخص هذا وجارك لما تتعى الشباك قولك جارك بقبيلك أنا بعرفه شو هو طب أنا بعرف بالعادة بسمع عن أخوي برضاعة أخي برضاعة أخي برضاعة أنت عمّة برضاعة لذلك أنا طلعت عمّة ما بعرف شرعاً شو قالك الشرع هون؟ في شرع قالي في شيخ أسامة قالي حرام مية يعني مراجع دينية دينية أه قالي حرام لأحليل قالي أسامة قالي حليل وفيه شيخ عبدالفتاح قالي حرام شيخ حالد عبدالفتاح دكتور خالد عبدالفتاح قالك حرام ليه حرام قالي حرام قالي إذا نزلت قطرة حليب على المعدة حالد صارت تخيئ أنت الحليب يوجي من الزلمين طب لو انت تزوجت حنينو ما بتعرف ما بتعرف في هالقصة شو كان الشرع حكمه هون يعني انتو تزوجته الشرع اللي عندي انا يعني ما تلقى النفسي الشرع الشرع الدين طلع لانه انا قريتها بالقرآن مكتوبي بصورة النساء طب في ايه تفضل مكتوبي بصورة النساء نعم صفحة 81 بالاي 22-23 مكتوبي حرمنا عليكم امهاتكم وخيواتكم برضاعة امك واختك برضاعة طب ما جرت العائلة كلها سوا هنا صارت العائلة كلها حرام عليك صارت عندي ضايع انا حرام يعني هلأ اذا حنين تحرم عليك وانت لاحق الشرع كرمال هيك لاحق الدين والشرع والنص الديني اللي بيقلك انه هيدا الامر حرام ولكن في نص ديني او في فتوى دينية مختلفة بتقلك كمان انه بتقدر في واحد قال لي بتستفر منك لربك بس خلق ليه ما رجعت لعدة مراجع ليه ما رجعت لدار الفتوى اللي هي كلمة الفصل اللي قلب هالموضوع ما هو الكرآن اللي بيحكي الشيخ كله كل واحد بدي يفسد من عنده هو الكرآن هو ربنا نزل الكرآن انت تتبع النص القرآني هو الشيخ بتعلم من الكرآن ما خلي هو متعلم خالص موسى انت بناء على التزامك الديني واتباعك للنص القرآني قررت ان ما تتزوج حني مش لانه انت اكبر منه وهي طفلة عمره 15 سنة لا لا ما خاصلها ما شاء الله عليها ما في منه هي بنت ما شاء الله والله قلبها طيب و احلى بنت بعدك بتحبها هلا بيقول لك ما احش اعرف شو بدي اعمل بحوالي يعني يعني عمي انا عمي بيخد اخت ولابو علي صار ما اخد اختي عمي انا عمي خيباي صار ما اخد اختي طب هوني بان مشاعرك وبان شو الشرع بقلك ما دعت ما قالت طب انا بحب لها البنة بدتي لو شو ما كان بده احصل عليك ما فيني خالف ربي تعزبت? عزبك هالموضوع؟ ايه عذبني بدي ارضي الناس ولا بدي ارضي الرب Welay انا ما بدي ارضي الناس حتى لو مش هيعرك كانت مع حني ما خلص ما طبعا انت خدت عتبر وصار معك هالجوات شو معك شي ساغلي بصارت معك عملت حاجز قولي يا ربي انا شو عملت بعالي سرطلك جفلين بطلقنا قيم شو حالك على مشكلة ما يجب تعملها ليه طالع معي الليلي بشو الوصول انا طالع معك لانه صارت معي هاي المشكلة وشي بيحشيخ بيحلللي وشي بيحرملي شو بدك انا بدي انه شو بيقوله مش بعمل انت اخد قرارك انا اخد قراري من القرآن طيب ناطر بعد قرار اخر لا خلص لو اجي اليوم شيخ او رجل دين قلك يا موسى انت شرعا تستطيع انه تتزوج حنين وهي دا الامر لا يخالف شرع اعطيني تفسير لها هي الايلي تبيه الكرآن صورة النساء اذا اناعك بحال عطاف لا 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 ما حال بيقناني فاذا انت منك ناطر حدا ربنا بنزل شخص بيحس بشي بحس يا اخي هلا انت ممكن ما بتحسي بس انا ربنا حسسني بشي انه يا موسى هاد البنت ما بعرف انه تغيرت يعني تغيرت نظرتك ومشاعرك ايه كنت روح لعندي على البيت كل يوم بتردد ومصغر منلعب يعني لا في مشكلة بيننا اليوم كيف تنظر على حنين هلا بدي شو بدي قولك نظر على حنين بنتخيك وعمة صرت انا تقدر هيك المشاعر تتحول هلا بدي تتحول طيب اه بدك ترضي الناس ولا ترضي ربك بدك ترضى رب العالمين موسى انت تأكدت من ستة لحنين انه هي رضعتك ايه انا قلت لي ستة لحنين رضعتك وطولك كيف رضعتيني انا رضعت منها يعني ضليت ارضى لحتى نمت لحتى شبعت يعني يعني شبعان من حليب امه شبعان من حليب امه كانت صغيرة مكنت وقع لها شي كم مرة رضعتك رضعتني مرة واحدة هي هي هالمرة لدفعتك 8 ضفعتني الخطأ بعد 30 سنة ضفعتني الخطأ وما ترضعت مرة على كل حلمي روحتها برضع وحدة يعني ما اوما ثلاثة اوما ثلاثة اوما رضعت رضعت وحدة روحت حالي فيها طلعت يعني نحنا عمضحك بس هو الشر البليتي ما يضحك ايه يعني اكيد في وجع من هالمحال تفضلوا يا أهلة وسهلة تفضلي يا حنين حنين عمرك 15 سنة طفلة الله يعافيك يا أهلة وسهلة فيك نور حنين عمرك 15 سنة صبية مثل الأمر لماذا بلك تتزوجة؟ ما القلب بس يدق ما بيعرف العمر لمين دق القلب؟ لموسى تعرف بها العمر أنه القلب إذا دق يعني هيدا هو رح يكون زوجك مش طفلة أنت بعد للزواج بس القلب دق خلص ما بدك تتعلمي ما بدك تتفوتي على الجامعة ما بدك تشتغلي لا ليه؟ مش هويته هيدا الشي شو هويتك؟ الزواج والإنجاب؟ الحب 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 غير حياتك كليا يعني قدي بتحبيه لموسى كتير لو ما بحبه ما بخليه يجي يحكي فيني بعدك بتحبيه بعد معرفته لا 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 أنه أكيد تغيرت شوية يعني أنه صدمت إنه شي بيصدم إنه حبيبي إنه تاني نهار بيكون عمي استسلمتي لهالواقع أو بعدك مصررة تتزوجيه؟ لا أكيد استسلمت لأنه هيدا القرآن يعني إنه واحد بيخاف ربه حتى لو إجا عالم دين رجل دين قالك عطاكي فتوى إنه لا بيمشي الحال هيك صار شي تاني بعدك عم تسألي عندك هالأمل عندك هالحلم إنك تسمعي كلمة إنه يجوز أمل برب ما بينقطع يعني أنا أمل كتير بقوي برب يعني ما بقطع الأمل هون كيف كان موقفكم كأهل كبي يعني خالد؟ والله هلا شو بدي لك موقفنا صعب وأنتو عرب وأنتو عددتكن وتقاليدكن أساسية بهاية المشكلة وما عم نتخطى الدين نحنا بس إنه كان موقف صعب أنا بالنسبة لبنتي يعني نعم عفتي كيف؟ هلا يمكن أنا أمور عادية بالنسبة للعالم يعني المجتمعنا كبضيعة بتعرفي ضيعة كيف عننا من وين أنتو؟ نحنا من الشهيبيت الفعور عشائر العرب الفعور بالبقع عشائر العرب الفعور نعم عشائر العرب هلا أنا تفاجأت بهالشي يعني إنو أنا كنت عطي وأهلا وسالفيك وفي جاي من هالبيب بس موضوع مثل هيدا ما فينا نتخطى الدين يعني بعد بنتي ما بقولوا هلا يعني بتضل بتسألني يا بابا كيف؟ شي بيقول حرام شي حلال نعم شو بتجاوبة أنت؟ يعني أنا بجاوبة يا بي نحنا هيدا الدين ما فينا نتخطى حاسم الموضوع عندك خالد؟ أنا عندي حاسم لا يمكن الموثى يتزوج من حنين؟ لا يمكن ما فيني نتخطى الدين أنا كذا شيخ أنا دقالي شيخ ما إجا جاري قالي فلين قالي قصة حكي يعني أنا شيخ دقالي قالي تصطفل منك لربك هيدا شي بيرجع لإلك وأنا ولدها يعني مني مثل بنتي كيبة بالطريق بس أنت عم تزوج بنتك عمري خمسة عشر سنة كمان؟ هيدا شي ظلم نحنا مش ظلم هيدا نحنا لأنه عنا عنا إذا ما أعطينا بيخطفة 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 سعيد بحالك أنا هاك أنه هو هاك بيخطفة بس كله كلهم يعني بس شخص حب شخص ما عش بيسيطر على حاله يعني حكيت يا مرة كنت بدك تخطفة لا ما حكي معي وزلم حرام عطلاني وقالي يفوت من البيب دغري ما تعرضي ناية طيب اليوم نحنا قدام حالة غريبة شوي يعني حنين بتحب موسى موسى بحب حنين الكل عم بيقول نحنا نحتكم إلى الشرع وإلى نص القرآني ليه طالعين شو بتكن تقوله؟ نحنا اللي بيقوله بنا نشوف بفرجي هالعالم خليه تسمع إنه هيدا حرام مش حلال لما بيجي واحد تان بيقلي هيدا لا محلل ليش محلل هلأ في كتير رجال دين في كتير مراجع عم بتتابعنا ممكن يجيني اتصال أو للتليفزيون إنه لا قصة حنين وموسى بالشرع ممكن تصبر شو بترده شو بتعمل حالية بيحللوه يعني ممكن ممكن كيف؟ أي شيخ بالدنيا بالدنيا كله سوا شيخ عطيني حالية لأنا بكتب كتابة هلأ وبخدها معي للبنة رحنا رح نعرض هيدا القضية قصتكن ومنسمع هر القراء يعني رجال الدين وإذا كان هيدا القراء مطابقة للمنطق وللعقل ونابعة من مرجعية دينية يعني موثوقة مكتوبة بالإنجيل ومكتوبة بالقرآن حلس أنا يعني هيدا إذا انتوا تنعين ما عنا مشكل محرج انت قدام الضيعة والناس إنه عطيت بنتك عطيت كلام لأموسى مش قصة محرج قدام الضيعة في الله بالداء في كرآن في كتاب ما فيني اتخطاه نعم أنا قدام بنتي هيا أنا بنتي يعني بتضل بعقلي هلأ أنا عبشتغل وبروح بيجي عشغلي بس دار رأسي تعبين يعني بخاف من الشغلات إنه بنت حدا يعني تعرف شو خمسة عشر سنة هيدا بيحلل هيدا بيحرم هو خمسة عشر سنة لازم تكون بالمدرسة أنا ليجي شاخ شاخ ما بيكون متعلم يجي بيقلي حلال بتخطى الدين أنا خالد حنين عمره خمسة عشر سنة لازم تكون بالمدرسة بعد انترجع تفوت على الجامعة تكون عم تلعب هلأ وش هم تزوج نحنا ببلد هين في علم هلأ ليش قادر واحد يطعمي أولاده ليعلمهن انت عم تزوجها كرمال تشيل عن حالك مسؤولي لا لا مش عم تشيل مسؤولية عن حالي أنا هي ما أخذ صايد بهايدي وانا عبايتها مش عقصت معيشة وانا يجاوز يسطر عبنته يعني بدي يسطر عليها يعني الدنيا من العسر ويسر موسى خيك برضاعة لما تتطلع فيه بتشعر هيدا الشعور الأخوة ولا هلأ أنا أول شي هو نحنا ربيانين سوا نفس الحي فيه شارع بينه وبينه نعم قال وشافه من شباك لشباك بينه شباك لشباك لشباك وربيانين سوا نفس الضيعة يعني مان ما وأنا بقدم من زمان أخلى إلي يعني نحنا أهل ونحنا وييهم أخلى بعد ما تأكدت أنه فيه يعني أخون برضاعة هلأ صار شو بدي إقلك تشك أنا ما يعني صار أعزه أكتر سحنه راح سهر بس صار أخ حنين اليوم موسى صار عم بالنسبة لألك برضاعة نعم قليل الحقيقة تطلع فيه وخبريني لا في حياتي ما بعتبره عمي كيف تعتبرين إنه ممكن خسرت حبيبة تبره صديق بس عم مستحيل ما بتركب يعني إنه عمي شخص كنت تقوله تحبك ممكن تحبي حدا تاني وتتزوجي لأنه مع موسى ما في مجالة تزوجي ما بعرف ممكن أنت حزينة ولا سعيدة هلأ عاود بعدك تحت الصدمة ايه بعدها ايه هلأ أنا أوعى منها أنا ما أقولك الأكبر منك بعمر سيني أوعى منك بعمر أوعى منها عن فهام ده أنا إنه كتب حرام يعني أنا عبينا بعض بس ما فينا أنا بنصحك كأخة موسى نبش على عروس قريبة عمري من عمرك مش خمسة عشر سنة ما تتزوج طفلي عمري خمسة عشر سنة ما اطلع عليها ما شو الله طفلي انت إذن قتلك عمري خمسة وعشرين قلبة قلبة وتجير قمام ما بنحكم على الشكل قلبة بحبي هو أنا ما عندي قلب قلبي قلب رماني يعني قلب نفس القلب رماني وقلوب ملياني رماني وقلوب ملياني رماني مش قلوب ملياني شكرا لألكون قصتكم غريبة تحكنا بسيبة محلمة يعني موجعة ما بعرف شو بدي ألكون يعني نرجع من قول نسمع قراءة المشاهدين والمراجع ايه وأنا قلدي أقولك أنه هلأ في عالم كتير هيك صارت معها القصة وأخذوا بعضهم أنا كل مين طلعت كل مين هالشياء اللي كل مين قالوا أنه حلام هالشي أنا تحمجتها نفسي وأفدوا في كتير قصص من هالقص في كتير قصص من هالقصص تشبه به أكتر كمين بضيعتكن في كتير قصص هيك بس ما فيني أنا أقول مين ما بعرف طبعا كل إنسان هالشياء نحاله سروا بضيعتكن في كتير قصة أخوة برضاعة أخوة برضاعة كتير فيه بس مش مش يخدين بعضهم مش متجاوزين مع بعضهم ما كانوا بيعرفوا أنا طلع عندي ضيعة ضيعة كاملة يعني إذا عملك عمي أنا عمي خيبية ما ياخد أخته طلع عندك ضيعة كاملة أخوتك برضاعة أخوة عنده عشرة وأنا عندي عشرة عشرين نعم وأختي عموبتي عشرة ثلاثين شاب بصرنا يعني صار عنك الجايش أنا يعني ربنا هيا أخد شيء أنت مأزمة معك نص الضيعة ما فيك تتزوجها ما قالولي ما قالولي ما قالولي فيلم الضيعة ما قالولي ما قالولي كله محرم إليك طيب شو أدي عملها شكرا لإلك موسى شكرا لإلك حنين شكرا لإلك خالد والد حنين سمعنا هالقصة الغريبة والمعقدة لكنها من واقع الحياة بيبقى دايما الحكم للدين للأهل نفسهم للمجتمع وأكيد لإلكم مشاهدينا سلامات موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة